تواجدك في مناطق الحارف المناطق الصعبة فعليا وتغطيتك لهذه الأمور هو شيء ممتع كما ذكرت قبل الحلقة في حلب لديك قصة أنت أصبت في حلب وأتعشق مدينة حلب حدثنا عنها جيد يعني هذا الجانب الشخصي نعم أنا حقيقة حلب لم أزورها إلا في الحرب كنت أحبها عن بعد يعني أقرأ عنها وأحبها ومرت علي كثيرا في كثير من الروايات التي قرأت عنها قدر الله أن أزورها في الحرب مرتين المرة الأولى في الإصابة وزورتها بعد الإصابة أيضا يعني في فترة في عام 2012 كنت في تغطية وتعرضت لإصابة في قدمي ما زالت يعني زي ما بقولوها أثر حلب معي وهذا من الأثار الجميلة وليس السلبي جميل أنك تقول أثر حلب وليس أثر إصابة لا لا أثر حلب جميل لأنه أنا زي ما قلت لكم فيها قصة حب لهذه المدينة ولتاريخها للأمانة واليوم نتأسف على المأساة التي حلت ونكبت حلب اليوم حقيقة يعني الإصابة كانت يمكن فيه رهاصاتها الأولى إصابة وسؤال عن المستقبل وكم ستؤثر عليكم إلى ذلك والحمد لله لم تؤثر واكتمل المشوار ويمكن الشيء الشخصي في القضية أنني في العام اللي بعده رغم أنه كان فيه ممانعة ربما إدارية لكن اقتنعوا إداريا أن أعود مرة أخرى وعط لحلب الهدف الشخصي كان لدي أن أكسر حاجز أن الإصابة كسرتني يعني أنني بالعكس عدت مرة أخرى فأنت كسرت الإصابة يعني هذا كان فيه جانب شخصي لدي وجانب نفسي جانب نفسي أنني لم أنكفع عن الميدان لم أنكفع عن التغطية وذهبت إلى حلب وبرضو جلست فيها أسبوعين كانت برضو أسبوعين حقيقة رغم كل إرهاصات الحرب أنا أعتبرهم من أجمل الذكريات التي مررت فيها